فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسابكم الله قال رحمه الله وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وأهواؤهم هي ما يهوونه نعم دخل في هذا ليس هذا خاصا باليهود ليس هذا خاصا باليهود وإنما هو عام لكل من سلك سبيلهم من رفض الحق وأخذ الباطل الذي يوافقه هواه قال وأهواؤهم هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك نعم الهواء كل ما يهواه الإنسان ويرعبه ويشتهيه من الأمور ولو كانت هذه الرعبات مخالفة للوحي فإنهم يتركون الوحي الذي به العصمة وبه النجاة ويأخذون ما يوافق أهواءهم ربما يبتكرون الآراء من عندهم وربما يأخذون آراء غيرهم التي إذا كانت توافق أهواءهم ويقولون هذا قول فلان العالم المبجل الحبر البحر الفهامة إلى آخره إذا وافق هواهم وإذا خالف هواهم قالوا هذا المعقد هذا الجاهل هذا الجامد إلى آخر ما يقولون هذا نسمعه ونقرأه في صحفنا ومجلاتنا وفي كتب بعض أولئك الذين ساروا على نهج أهل الكتاب ترجمة نانسي قنقرأة